لا عمل تحت الشمس الحارقة قرار مضت فيه دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة واللقي ارتياحا من قبل العاملين في الأماكن المكشوفة صعبة في الجو اللي احنا فيه ده صعب حرارة وارطوبة والجو شديد شديد على عام لا ما يقدر يشتغل يعني هو المفروض 11 إنهاية الدوام لا لو اشتغلت بالشمس طبعا لوحدة بقى دايخ مش عارف يمشي ممكن مدوخة يقع يحصل له حاجة بس احنا هنا الدوام بتنبقى الـ 11 يعني الشمس بتبقى خفيفة لسه طبعا ما بقدرش إن أنا اشتغل يعني السيفتي بيضطر إنه هو يمشي عشان مش يقدر يتحمل قوة الحرارة ولا الشو فبيروحني يقول لي خلاص يعني الدوام سكره مش مش هادر يتحمله ولا إلي أي حد يقدر يتحمل تغذي الحرارة قرار إنساني لحماية العاملين خصوصا في هذه الفترات من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة من بداية 1 يونيو إلى أواخر أغسطس هذا القرار ينص على عدم تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة الرابع عاصرا وطبعا هذا القرار لا ينقص من ساعات العمل لكن ينظم ساعات العمل عساس أنه ما يصير فيه أي تأخير حق المشاريع ورغم التجديدات الحكومية بمنع العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في وقت الذروة فإن هيئة القوى العاملة ما زالت ترصد بعضا من التجاوزات الفريق يقوم بالبداية فيه اختار بتلافي مخالفة تفتيش أول مرة ثاني مرة يقوم بالتفتيش على نفس المكان في حال استمرار صاحب العمل بتشغيل العمالة أو العامل نفسه موجود في نفس الموقع يتم تحرير المخالفة هذا القرار يأتي حرصا على سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية آمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية وما تقتضيه مصلحة العمل ترجمة نانسي قنقر